موسيقى مساء الخير كثر العارفون بأمر الخاطفين وضع أمر المخطفين تكثفت الاتصالات وغاب الاتصال الذي وعد به ذو المخطفين للاطمأنان عن أحوالهم شيوخ وفضائل وأصحاب سادة عقداء وضباط وأطراف تركية وسورية منشقة كلها دخلت بحكم العارف والمنسق والمتواصل مع الجهة الخاطفة لكن أي من هذه الأطراف لم تمسك طرف خيط يشي بالحقيقة وكل ما التقت عليه خبريات التواصل أن القصف السوري الشديد على حلب في تلك الليلة أعاق انتقال الأسرى إلى الحدود التركية السورية وما عدا ذلك فإن المزاد مفتوح على تأويلات ونبوآت وتحاليل ليست في موقعها حزب الله أم الصبي وجدناه اليوم أمام خطاب يتضمن إشارات مرمزة تبرد مفاعل سابقة ففي بيان صادر عن العلاقات الإعلامية عبر الحزب عن الألم والذهول الشديدين لهول مجزرة الحولة في حمص وأدان بشدة الذين قاموا بها وهو ترك هذه العبارة مفتوحة على كل تأويل ثم تابع باقي الصيغة الداعية إلى الحوار والعملية السياسية كسبيل وحيد للخروج من الأزمة السورية بما يضمن الإصلاح وحفظ المصلحة العليا للشعب السوري فمن يطمئن حزب الله في هذا البيان الذي ألحقه بمعلومات تنفي أي صلة قرابة بين المخطفين والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فبأية رسائل يبرق الحزب ولمن وما هي استراتيجيته الدفاعية عن أهله المخطفين التي قرر اتباعها عملية الخطف أدانها النظام السوري أيضا وسأل عن الدول التي تلعب دور الوسيط وعن إنجازاتها حتى الآن لكن من الواضح أن سوريا وجدت نفسها كدولة لاعبا متفرجا بينما العصابات تسرح على أراضيها والخاطفون يفاوضون جهات مجهولة والدول الخارجية تمسك بأرضها السائبة ومن هناك فإنه من غير المستبعد أن تكون سوريا قد فرضت حزام نار أمني على منطقة الخطف وأنها بدأت هستيريا من القصف لاستعادة زمام المبادرة في الميدان أما المجلس الوطني السوري المعارض فإن هيبته ليست بأفضل حال وهو دخل في محادثات اليوم مع وزير الخارجية التركي داود أوغلو لبحث قضية المخطوفين والوضع في سوريا بشكل عام وفي تصريح لرئيسه المستقال بورهان غليون أن من بين المخطوفين خمسة أشخاص يتدربون لدى حزب الله لكن هذا الكلام لا صدقية له من شخصية لم تعد تتمتع بمصداقية داخل المجلس الوطني المختلف عليه واشنطن بدورها لم تنسى التصريح وإبداء المواقف والقلق من تصدير الأزمة السورية إلى لبنان وحقيقة هذا الكلام أن الولايات المتحدة قلقة فعلا لكن ليس من انتقال الأزمة إلينا إنما لأنها لم تنتقل حتى اليوم وهي تسأل عن التأخير في سلوكها الطريق إلى الساحة اللبنانية لسيما وأن خطة فيلتمان لبرمان وضعت المدماك الأساسية لهذه الطريق وبعد أزمة جديدة مع الجيش بمقتن شاب لم يمتثل لأوامر الحاجز في المدفون والتفاصيل خلال النشرة التي نبدأها من تركيا شكرا